اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وعبر اذاعتكم المميزة دائما اذاعة نور دبي وبالشراكة ايضا مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نحاول قدر الامكان ان نقيم جسور التواصل بينكم وبين هيئة الصحة من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة في مستشفياتها الاربع ومراكزها الصحية الاولية والمراكز التخصصية فاهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة ارقام التواصل معنا 4006 للرسال النصية و600551414 للتواصل المباشر معنا اليوم عندنا الكثير من المحطات في هذه الحلقة مع اننا نحن في بداية هذا الاسبوع لكن قبل ان نذهب الى محطاتنا نبغي انذكركم اعزاء المستمعين الى ان الهيئة هيئة الصحة بدبي خصصت موقع خاص لخدمات التأمين الصحي هو www.isahd.ae هذا الموقع يمكن لأفراد المجتمع الدخول عليه للتعرف على تفاصيل منظومة التأمين الصحي والمستهدفين من هذا التأمين في امارة دبي وايضا الباقات التأمينية المتوفرة واي موضوعات اخرى متعلقة بالتأمين اعزاء المستمعين هناك الكثير من الرسالة التي توصلنا على هذا الموضوع تقدرون من خلال هذا الموقع تتعرفون على كل هذه التفاصيل ايضا اللي حاب يعرف مواضيع اكثر على 8342 8342 هذا الرقم 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع شغالين اللي عنده اي سؤال عنده اي استفسار ممكن يتوصل على هذا الرقم اعتقد خلاص ما باقي شي يعني الواحد المفروض ان انتهى من هذا الموضوع لانه وما بغي حد يسألني شو آلية المخالفات لانه في آلية معتمدة بتتم المخالفة واحد واحد ما امنت بتتخالف ماشي الان في تفاصيل ثانية ينظر لها القانون بشكل او باخر لكن يا جمعة الخير اللي ما امن يروحي امن لا يتريه الله يخليكم حاولوا يعني القضية مش هي المخالفة المخالفة يعني وضعت لي ضمان سير العمل لكن لكن المسألة الرئيسية انك انت لازم تعي اهمية هذا التأمين لك انت هي الفائدة الكبرى لك انت يا عزيز المستمع فاي اقامة صادرة من امارة دبي عليها تأمين طيب غدا تعقد هيئة الصحة في دبي مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل منتدى دبي الصحي الاول المقرر تنظيمه يومي تسعة وعشر يناير المقبل وذلك بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء والنخب الطبية والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها الذين سيجتمعون لمناقشة جملة من القضايا الصحية المهمة التي تتصل بمستقبل الابتكار في القطاع الصحي والتحديات العالمية التي تواجه المؤسسات الصحية المسؤولة عن تطوير هذا القطاع الحيوي هذا المنتدى أو المؤتمر سوف يكون ان شاء الله واحد من أضخم المنتديات الصحية ونتمنى ان يكون ان شاء الله المخطط له ان يكون الاقوى عالميا على مستوى العالم ان شاء الله فمنتدى كبير سوف يتم الاعلان عن تفاصيل ان شاء الله في الغد عموما وصلنا الى الرسالة الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي مع لخة اسمه الجناحي اسمه صبحت الله بالخير صبحت الله بالنور والسرور اخي محمود اسمه اليوم بداية اسبوع يوم الاحد يعني يفترض ان الواحد يتقيه هذا الاسبوع بطاقة ايجابية كبيرة فخبرين اسمه شو رسالتكم الصباحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واهم ما استجد على عبر حسابات هيئة الصحة بدوي مثالتنا الصباحية نبدأ فيها اسبوع عمل في الفين وفتعش احرص على انجاز اعمالك ونهائها قبل نهاية هذا العمل نتمنى من الكل اللي عنده اشياء ما يسوفها يقول لا اسبوع الياي او الفين وسبعة يحاول يخلصها ويبدأ الفين وسبعة عشر بروح يديدة بحماس جديد جميل اسمه تدريل بارحة قدم حفل خاص بصالونات القراءة فكنت اقولهم انه مع نهاية عام القراءة يعني كله عام وانتم بخير ردت علي احدى القارئات قالت لي يعني محترامي شديد هو ليس نهاية لعام القراءة بل هو نهاية البداية لاعوام القراءة وايضا اعتقد ان السوشال ميديا في الفترة الماضية او الاعلام الجتماعي كان في عنده شغف بالمبادرة الجديدة اللي اطلقها سيدي صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد خليفة بن زايد حفظه الله في موضوع العام الجديد والمسمى الجديد له صحيح يا اخوي محمود نحن كل عام او عنوان جديد هو يكون بداية ما ما يكون خلاص بس العام معين وخلاص ونبدأ 2017 ايضا بنمط حياة صحية جديد نتكلم عن المبادرة الجديدة اللي هي او العام الجديد عام الخير نعم نحن نكون في القطاع الصحي وايضا التطور في القطاع الصحي واسعاد المرضى في القطاع الصحي هو ايضا ترجمة لهذا العام جميل جميل جدا نحن ندعو الجميع اللي عنده افكار اللي عنده اشياء تسعب المرضى كوبادرات يبون يقدمونها ايضا يقدمونها عبر حسابات قنوات الوصف الاجتماعي الهيئة الصحة وراح يوصوها للمختصين وانشاوي راح يوصوها ان شاء الله يا رب اسمع يعني سامحين انا شوي بضغطش في الوقت اليوم فكلمة خيرة تريدين ننهي فيها هذه الرسالة بس لو انفكر المثال عن عام الخير هو مبادرة دمي الوطني حملة دمي الوطني فهي كانت ايضا موجودة من ضمن الفيديو المعروف وهو التبرع بالدم والنسمن الناس يرقوا يتبرعون بالدم لصالح المرضى بالرسالة اخيرة تابعون على قنوات الوصف الاجتماعي هيئة الصحة بدبي وايضا مستمعين انحما نتواصل معاكم ولكن بعد ما نقف مع هذا الفاصل القصير بعد الفاصل ان شاء الله عندنا موضوع جميل عن استحداث عيادة الصحة المهنية بمركز ند الحمر بتكون معانا الدكتورة بدرية الحرمي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الجميلة والمتألقة والرائعة إذاعة نور دبي صباح الخير تمين الخدم يشمل جميع الإمارات فقط إمارة دبي زاكر الله خير هو فقط لأي إقامة صادرة من إمارة دبي أي إقامة صادرة من إمارة دبي في عليها تأمين حتى لو الشخص خارج البلد في هذه الفترة وعنده إقامة سارية المفعول يجب أن يكون عليه تأمين السلام عليكم إذا التأمين يشمل فقط العيادات فقط وليس المستشفيات شو الفايدة منه المرض الخفيف كالرشح والسعال وما شابه بأخذ الدوام من الصيدرية مش ضروري أروح العيادة هذا الكلام خاطئ التأمين هي باقة متكاملة للعلاج فراجع العقد اللي أنت أمنت فيه زين أو عند الشركة اللي أنت أمنت فيها وبتشوف أن المسألة اللي تفضلت فيها خاطئة عموما أن اليوم بعد كذلك مستمعين تم صدور عدد خاص كذلك من ملحق البيان الصحي الصادر مع صحيفة البيان اللي فيه مجموعة كبيرة من الأخبار الصحية المتنوعة والحوارات الغنية بالمعلومات الطبية والمقالات والدراسات الحديثة والنصايح الغذائية وغيرها العديد من الأخبار اللي ننصح الجميع بالاطلاع عليها طبعا الملحق تصميمه جميل في الكثير من المعلومات ويصدر كل أحد مع صحيفة البيان نتمنى أنكم أنتم تطلعون عليه وإذا يعني أسعفنا الوقت خلال حلقة اليوم أو غدا سوف نوافيكم بأهم ما ورد في هذا الملحق الملحق اللي تصدره هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة البيان اسمها البيان الصحي اسمها جميل حتى عموما قبل الفاصل وعدناكم أننا نحن ما نتحدث عن السحداث عيادة الصحة المهنية بمركز ند الحمر الصحي وقلنا بتكون معنا الدكتورة بدرية الحرمي أخصائية طب المجتمع ورئيس فريق الصحة المهنية بمركز ند الحمر الصحي كاتبيلي يا ند الحرم صباحك الله بالخير دكتورة صباحك نور وسرور أخوي تسلم ومشكورين جدا عن هذه الاستضافة الجميلة الطيبة في صحة وسعادة صحة وسعادة عموما تماشيا مع استراتيجية دبي 2016-2021 وقرار المجلس التنفيذي رقم 62 لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية استحدثت هيئة الصحة بدبي عيادة للصحة المهنية بمركز ند الحمر الصحي بهدف حماية وتعزيز صحة موظفي الهيئة وخلق بيئة عمل صحية سعيدة وآمنة وخالية من المخاطر دكتورة عطينا فكرة عامة عن العيادة وعن همية استحداثها بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ذكرت أنت في البداية على المقدمة الجميلة أنا تماشيا مع القرار المجلس التنفيذي ومع استراتيجية الصحة دبي طبعا تم تأسيس عيادة الصحة المهنية في مركز ند الحمر الصحي وتم افتتاحها في تاريخ 28 نوفمبر من 2016 هذه العيادة حقيقة الهدف منها تقديم الخدمات المهنية التي لكافة الموظفين بهيئة الصحة في دبي في دبي كاملة ولا هيئة الصحة؟ هيئة الصحة في دبي بس هيئة الصحة الموظفين هيئة الصحة في دبي يعني اللي هم 13 ألف موظفين؟ تقريبا وهذا طبعا بهدف حمايتهم من الإصابات والأمراض المهنية التي قد تواجههم في أماكن عملهم بالإضافة إلى تعزيز صحتهم من خلال أن نوفر لهم بيئة عمل صحية آمنة وسعيدة طبعا مثل ما نعرف أن الصحة المهنية جدا مهمة في حياتنا وإحنا إذا وفرينا بيئة عمل صحية آمنة سعيدة راح تترتب عليها نتائج جدا إيجابية لأن بها الطريقة إحنا راح نقلل نسبة الإصابات والأمراض اللي ممكن الموظف يواجهها في بيئة عمله صحيح وبالتالي هذا يعني راح ينعكس على خفض مثلا ساعات العمل الإجازات المرضية طبعا ساعات العمل المفقودة بسبت شو؟ بسبت إصابات أو الأمراض وبالتالي من ناحية أخرى راح يقللنا تكاليف نفسيا الموظف يكون مرتاح كذلك نفسيا طبعا نفسيا وراح يعطي وهذا يبعدل من مستوى وتحسين الإنتاج صحيح ومن ناحية ثانية راح يكلف راح يعني قلل من تكاليف العلاج تكاليف التأهيل تكاليف التعويض وكل هذا راح ينحكس إيجابة على العمل وبيئته راح يعني نحسن ونرفع نسبة الإنتاج وبالتالي يعني راح نقوي بعد القوة الاقتصادية جميل دكتورة ذكرتيني حتى ببعض الحالات اللي الهيئة أيضا يعني في بعض الموظفين أثناء استعراض يعني برنامج داخلي عندنا بكم نفتخر وكذا فكانت هناك أيضا استعراض بعض الحالات لموظفين قامت الهيئة بتقديم العلاج لهم بتوفير العلاج داخل وخارج الدولة لهم بشكل كبير حتى يعودوا للعمل يعني حتى في أمراض خطيرة كانت الهيئة استلمتها لكن الآن نعود إلى العيادة هذه الخدمات اللي تقدمها هذه العيادة لموظفي الهيئة شو هي أبرز الخدمات زين هناك عديد من الخدمات طبعا أنا راح أبدأ من أهمها أهم شيء احنا راح نسوي شو إدارة وتقييم المخاطر المهنية شو معنى لما أقول إدارة وتقييم المخاطر المهنية معنى أنه راح نقيم شو أنواع المخاطر اللي واجهها الموظفين أثناء تديقتهم عملهم وبالتالي نحدد نسبة الخطورة نشوف هذا العامل أو هذا مثلا هذا الخطر شو نسبة الخطورة بالنسبة لهذا العامل وبالتالي هذا كله بيساعدنا أن احنا نحط طرق وسبل الوقاية والبرامج الوقائية عساس أن احنا يأما نزيل هذا الخطر أو نقلله للنسب المقبولة جميلة الشيء الثاني هذا طبعا أهم بيكون من أهم الخدمات قدمة العيادة الخدمات الثانية راح مراقبة صحة الموظفين من خلال تقديم العديد من الفحوصات الطبية التي تهتم بصحتهم وتهتم بحمايتهم من مخاطر العمل تشمل بعد من هالفحوصات الكشف المبكر عن بعض الأمراض وتقديم الاستشارات الطبية وتقديم التطعيمات الوقائية اللازمة واللي ضد بعض الأمراض اللي ممكن الإنسان يتعرض لها نتيجة ظروف العمل راح نسوي بعد وإذا لزم الأمر التحويلات الطبية للتخصصات الأخرى بالإضافة من ناحية أخرى راح نهتم بوضع البرامج المهنية شو ما أعني بالبرامج المهنية؟ البرامج المهنية طبعا إحنا عقوب ما سوينا إدارة تقييم المخاطر هذه وعرفنا شو نوعية المخاطر اللي تواجهنا في بيئة عملنا بتوفر لكم نظام وقاعدة بيانات تغذل الموظفين طبعا هذا النظام وهاي القاعدة وهاي البيانات اللي راح نجمعها بتفيدنا أن نحط على أساس البرامج البرامج المناسبة لكل وظيفة الوقائية والعلاجية نحن نهتم بالوقائية لأن الصحة المهنية بمفهومها العام هي فرع من فروع الصحة تهدف الارتقاء بصحة الموظفين بجميع مهنهم لارتقاء بصحةهم لأعلى درجات من رفاها النفسية الاجتماعية البدنية دكتورة يعني من الصحة المهنية يمكن الواحد يتكلم عن الوضع العام في المكتب الجو طريقة الجلوس طريقة المواد الموجودة حواليه كل هذه الأمور بتأخذون فيها بعين الاعتبار أكيد هذه إحنا اللي هي مثل ما ذكرت إحنا راح نسوي البرامج هذه الوقائية اللي تعزز في رفع وتحزين بيئة العمل ونجعل بيئة العمل بيئة محفزة له العامل بيئة تخلي العامل هذا يعني بالإضافة أنه يعني يهتم صحته أنه عايش ببيئة سعيدة يعطي فيها وبنفس الوقت يعني نحافظ على صحة من المخاطر أو الأمراض اللي ممكن تواجهها لأنه مثل ما ذكرت هذا كله بين عكس في النهاية على الانتاجية قبل الانتاجية نحن نهتم بالموظف نفسه لأن الهدف الأسمى هو حماية الموظف لأنه من حقوق الإنسان حقوق أي عامل في مكان عمله أنه نحن نوفر له بيئة مناسبة خالية من المخاطر وهذا طبعاً اللي راح ينعكس وإحنا يعني أنا فيه يعني فيه اختصار الصحة المهنية شو نقولها هي حبارة عن تكييف العمل تكييف العمل لكل عمل والله وتكييف كل عمل مع عمله هذه باختصار يعني تكييف العمل لكل عمل وتكييف العمل لكل عمل لكل عمل يعني وبعد هذي صحة المهنية لأهميتها تعتبر نوعًا ما نظام تقليل الكلف كيف عن طريق شو عن طريق الاستثمار بالسلامة والصحة المهنية في هالمجالات يعني سواء كانت موضوع كبير دكتورة أنا أبغي أتحدث إن شاء الله في الاستضافة القادمة إن شاء الله في الغريب العاجل عن موضوع الصحة المهنية بالتحديد بشكل عامش عن هذه العيادة عموما نحن دكتورة نحن شاكرين لك هذه الزيارة وشاكرين لك هذه اللقاء إذا تبغي أن توجهين كلمة أخيرة قبل أختم معاك اللقاء طبعا يعني أنا طبعا أشكركم مرة ثانية على استضافتكم وبنفس الوقت أنا يعني حابة أأكد إن الصحة المهنية جدا مهمة في حياتنا مهمة في كل مجالات حياتنا وهي ضرورة حقيقة ملحة لكل أفراد المجتمع وتشترك فيها كافة الجهات الحكومية الخاصة العمال أصحاب العمل وإحنا لازم إحنا كلنا نتعاوم مع بعض عشان نخلق بيئة حمل سعيدة صحية وآمنة وطبعا وتليقى بدولتنا دولة الإمارات العريمة صحيح الدكتورة بدرية الحرمية أخصية طب المجتمع ورئيس فريق الصحة المهنية بمركز ند الحمر الصحي نحن شكريت هذه الصدافة كذلك ووقتك وكل التوفيق إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا شو رأيت في بيئة العمل في الستوديو صراحة بيئة العمل جدا مناسبة والمنظفين ما شاء الله عليهم شكرا لك دكتورة عموما مستمعين بعد الفاصل من التواصل حول موضوع جديد للكشف عن كفاءة السماعات الطبية تقنية جديدة بمستشفى دبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا موضوع الساعة موضوع التأمين الصحي ما هو الحل البديل يمكن يكمن في إضافة رسوم التأمين الصحي مع رسوم استخدام العمالة للسنة الأولى وبعدين يتحمل الكفيل تجديد التأمين السنوات القادمة بأبو محمد ما أقدر أفتي في هذا الموضوع ولكن اللي أنا أقدر أقول لك هي أنه لازم أتأمن ما قصرت أخوي أبو سيف هذا المسيج لأبو سيف أبغي أعرف شو اسم الجهة ما سوري هذا المسيج قديم ما هو السلام عليكم هل التأمين الصحي لمهنة الشريك جباري الشريك عبارة عن إذا كان صاحب العمل أو أنه شريك مع صاحب العمل عبارة عن موظفة الموظف يجب علي أن يكون عنده تأمين سواء كانت هذه الإقامة صادرة من إمارة دبي يجب عليك التأمين صباح الخير التأمين الخدم يشمل جميع الإمارات أن فقط إمارة دبي زاكر الله خير قلنا نحن للمرة الخامسة أو السادسة اليوم التأمين الصحي لأي إقامة صادرة من إمارة دبي السلام عليكم نحن جوازاتنا في قنصلية جزر القمر لم تجدد من ثمانية شهور وكيف نسوي التأمين الصحي أصحاب المراسيم أو جزر القمر هم عندهم يعني وضع خاص سوف يتم النظر له من خلال القائمين على هذا الموضوع فعندكم وضع خاص يعني لكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله بركاته شكرا برنامج البث المباشر أولا والأخ سيف بعد هذا خاص بالبث المباشر صباح الخير أبو داود هل الأبناء المواطنات يشمل للتأمين الصحي ممكن أكلم حد من الهيئة بخصوص هذا الموضوع أبناء المواطنات يتعالجون في الهيئة مجانا فما عندهم تأمين صحي ماشي واضح أعتقد وإذا حابت تكلم أي حد من الهيئة ثمانيمة ثلاثة أربعة أثنين ممكن تتواصل معهم نحن قبل الفاصل نحن قلناكم نتكلم عن تقنية جديدة في مستشفى دبي للكشف عن كفاءة السماعات الطبية هذا ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة صحابي دبي لمواكبة الطورات العالمية وتقديم خدمات متميزة للمرضى أدخل مستشفى دبي يعني أول جهاز من نوعه على مستوى الدولة لفحص أداء السماعات الأذن الطبية والكشف عن مدى فائدتها الفعلية للمريض طبعا أنا يعني واحد من الأقسام الجميلة واللي دائما متطورة هو قسم الأذن عندنا في مستشفى دبي الأذن والسمع والتوازن اسمه قسم الأذن والسمع والتوازن بمستشفى دبي ونحن لدينا اليوم الدكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن في مستشفى دبي حياة كله معانا دكتور وصباحا الفل صباحا الخير صباحا الخير دكتور يعني تقنية جديدة أردتوها أنتوا ما شاء الله دائما ما تبدعون بإنجازات عالمية في هذا المجال أنا أبغي أتعرف على هذه التقنية وأهميتها للمرضى خاصة يعني للأطفال بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا حضرتك الإدارة عندنا في الدبي الصحية ما يقصروا دايما أي حاجة بنطلبها أحدث حاجة ما بيقصروش معانا بأسرع وقت الحمد لله بيجيبوها وده بيانعكس طبعا على أداء خدمة عالية الجودة بالنسبة للمرضى اللي بيراجعونها في مستشفى دبي جميل فبالنسبة للجهاز الجديد ده هو عبارة عن جهاز خاص بفحص السماعات الطبية يعني مثلا على سبيل المثال هتكلم على الأطفال أكثر من الكبر الكبير بعد ما يلبي السماعات الطبية بيقدر يعبر إذا كانت السماعات مريحة أو مش مريحة محتاجة أدجسمنت محتاجة تضبيط فبنقدر نعمله صحيح إنما الطفل الصغير بيبقى غير قادر عن التعبير صحيح فبعد ما بنحدد أنه الطفل عنده ضعف السماع وبنحدد له السماعات الطبية اللازمة له ما بنبقاش عارفين هل السماعات الطبية بتأدي الوظيفة بتاعتها بالضبط ولا فيها خلل معين محتاجة أدجسمنت محتاجة فبنعمل الجهاز ده بيساعدنا إن إحنا يقدر نعرف الصوت الصادر بين السماعات هل يناسب الطفل ده ولا ما يناسبش الطفل ده هل الطفل هيكون مستفيد بنسبة 100% ولا 90% فهي طبعا تقنية عالية جدا وحتى نعاكس علينا في المستقبل بالنسبة لأطفال اللي بيبقوا السماعات على أساس نعرف أنه مستفيدين ولا مش مستفيدين خاصة إذا الطفل يركب سماعه وكان عنده ليسا تأخر في الكلام أو كلاما مش واضح أو عنده بعض الحروف ما بيقدرش ينطقها فالجهاز ده بيقدر يساعدنا للأجسمن بتاع الحاجة دي جميل إذن عرقام التواصل معنا ومستمعين الكرام 600551414 وعن طريق الرسال النصية على 4006 الدكتور محمد فوزي هل هذه كل مميزات هذه التقنية ولا في مميزات أخرى في هذه التقنية المميزات الأخرى في التقنية دي لأن ضعف السماع عند الأطفال الصغيرين تشخيص وصعب وبعدين برضو عندنا درجة معينة من ضعف السماع اللي عندها لما نوصل للدرجة دي السماعات ما بتبقاش مجدية ولازم نقول للطفل إن هو لازم يعمل قوقعة أو زراعة قوقعة إلكترونية فدي بيتساعدنا جدا التقنية الجديدة دي في تحديد الموضوع ده هل الطفل يفضل ماشي على السماعات الطبية فترة ويتابع معنا ولا لازم نراجع تفكيرنا نتحدث عن نسبة المرضى المصابين في الدولة بضعف السماع أو المنطقة بشكل عام عندك أرقام في هذا المجال والله حضرتك النسبة العالمية لضعف السماع في الأطفال الصغيرين اللي هم حديث الولادة أو لسها مولودين المتعرف عليها يعني تقريبا ثلاثة في الألف يعني كل ألف مولود فيهم ثلاثة عندهم ضعف السماع نسبة كبيرة دكتور نسبة كبيرة بس نحن عندنا ما عليش للأسف في منطقة الخليج العربي والإمارات طبعا من ضمن الخليج نتيجة زواج الأقارب فالنسبة بترتفع شوية ممكن توصل لغاية 5% خمسة في الألف يعني كل ألف مولود تقريبا فيه خمسة عندهم ضعف السماع وطبعا إحنا عملنا برنامج جديد لسه منزلينه في حيئة دبي الصحية والبرنامج ده عاد معمم على كل المتشفىات اللي تابع للهيئة اللي بتمي فيها أي ولادة إن الطفل بعد الولادة مباشرة إذا كان عمل فحص أي كل الموليد على أساس أننا نعمل اللي هو أو اللي هو الفحص أو التشخيص المبكر للضعف عشان يبقى فيه تدخل مبكر طيب دكتور نأخذ هذه المداخلة من معانا عفوا ألو عبدالله ياهل عبدالله تفضل يا سيدي حياك الله علي عبدالله علي عبدالله ونعم ياهل مرحبا بك ياهل مشكورين على جهودكم أنا بستوالي للدكتور بخصوص للسم يمكن في أطارنا في الموضوع نعم تفضل عندي دكتور انسداد تقريبا أحس انسداد في أذن الشمال تويت عدة فحوصات دكتور يعني السمع وهالحجرة اللي تدخل فيها والتوسمع فهذا ما فيك أي حاجة تغربت يعني ما فينا أي شيء لكن نفس الوقت إذا بثكر على خشمي وبأنفخ تتبطل الأذن اللي صار أحسنها يعني وحس أسمع ثواني أو دقائق وتتتكر مرة ثانية فما عرف شلفح في المناسب لي أو تسمع عليه تابعي شراء عندك سؤال له الدكتور عندك أي سؤال له طب معلش الانسداد اللي في الأذن ده أخ عليه بعد إذنك هل هو كل مرة ما بتقفل الأنف وتحاول تغضر كل مرة بتفتح معك أو حين يفتح وحين ما يفتح شيء لا كل مرة يفتح معك كل مرة يفتح طب في أي أعرض أخرى معه مع الانسداد يعني ضعف السماع طنين أي أي حاجة أخرى دوخة أي شيء آخر مع الانسداد والله بحس أنه ضعف السماع لكن الأجهزة التي زويت فيها فحص قالوا ما عندك أبدا في حص في مستشهد بي أم لا بعدك أنا في حص نعم في مستشهد بي ها طيب تسمع تسمع الإجابة شكرا في مكانمة ثانية بعد طيب دكتور نجاوب على علي عبدال على السريع ونرجع تمام أخي علي الشاكل أنت بتقولها دي بالضبط منطبقة على حاجة اسمها أو بتبقى يعني وظيفة قناة ما بتعملش الوظيفة بتاعتها طبيعيا أو كويس يعني قناة مفتوحة في أوقات عشان تعمل تهوية الأذن الوسطى أنت عندك في خلل في الوظيفة ديت وعلاجة بسيط جدا وسهل طبعا يشرفني أنا متواقض في العيادة في مستشفى دبي يوميا عيادة من الساعة سبعة ونقص إلى ساعة ونقص شرفني في أي وقت ونعمل لك كل اللازم جميل الحمد أخذي رقم علي عبدالله وحاول تطلع إلى موعد مع الدكتور محمد فوزي خلال الأسبوع القادم إن شاء الله دكتور يعني نتحدث عن نسبة مصابين وهذا وانت أرجعت إلى زواج الأقارب من خلال يعني بالنسبة كبيرة زواج الأقارب يا ترى كم عدد المرضى المراجعين للقسم عندكم وشو هي الأمور اللي يجب أن نفعلها لنقي مواليدنا أو أطفالنا من مشاكل السم بالنسبة المرضى المراجعين عندنا في العيادة نحن يوميا عندنا في العيادة اللي هي العيادة الخاصة بأمراض الأذن والسماء والتوازن عندنا عيادة يوميا من الأحد للخميس وبنشوف بشكل يومي تقريبا 35 مريض يوميا صباحا بالنسبة للأطفال اللي هم عندهم ضعف السماء أو كيف نتفادى موضوع ضعف السماء رقم واحد طبعا ما نقدرش نقول أو يعني يعني فيه طبعا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تذكره يعني يقولك تباعدوا تصحوا يعني كل ما نحاول بقدر إمكان موضوع زواج الأقارب ده نقلل بقدر إمكان منه زكاة متاح ده طبعا هينعكس على المجتمع عموما بس طبعا ده شيء ما نقدرش نحن نجبر الناس عليه نحن نقول مثلا الأقارب ما يتجوزوش من بعض أو كده لا قد الله ما شاء فعل بس على الأقل لو فيه مثلا حاجة مرضية معروفة في أسرة معينة أو في ضعف السماء معروفة أنه حاجة وراثية في أسرة معينة يفضل فيه فحصات بيتعامل قبل الزواج وفيه فحصات بيتعامل بعد الزواج وفيه فحصات بيتعامل مع أول طفل لا سمح الله لو الطفل مثلا جاء عنده إصابة ضعف السماء بقى معروفة أنه فيه احتمالية كبيرة الزوج والزوجة ده لو خلفه مرة تانية ممكن ضعف السماء ده يظهر في أطفال تانين يبقى معمول يعني يبقى معروف وبعدين برضو يفضل موضوع فحص السماء المبكر بعد ما الطفل يتولد على طلب يتعامل على الأساس لو فيه لا سمح الله ضعف السماء يبقى فيه تدخل مبكر لأن تدخل مبكر اللي ضعف السماء بيفرق كتير جدا في حياة الطفل بعد كده يعني لا يعني على الشي لو الطفل مولود ضعيف السماء بنسبة 100% وتم تدخل مبكر له مثلا بزراعة القوقعة بيطلع طفل طبيعي 100% يعني كلامه طبيعي وفضوع علم الحديث وكذا فتباعد وتصح يعني فيه اختلاف على عملية صحة لكن عموما الفكرة هي أن زواج الأقارب هناك لها الكثير من الأمور السلبية يعني فيه على صحة الأطفال فيجب يعني الواحد ما منقول لنا هذه المسألة لكن لها فوائد كثيرة إيجابيات كثيرة إذا الواحد يتزوج من خارج العائلة طبعا صح عموما دكتور يعني أبرز الإنجازات اللي تم تحقيقها في هذا القسم قسم كمري بالإنجازات خلنا نتعرف على عجالة بأبرز الإنجازات اللي حققتها دلوقتي نحن نتميز عندنا في عيادة أمراض الأذن والسماء والتوازن في دبي بوجود أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الموجودة على مستوى العالم كله في المجال ده موجود العندلة الحمد لله في مستشفى دبي يعني أي جهاز حديث بيطلع ونلاقيه فعلا الكافي بالنسبة لنا في العيادة يعني عندنا ما شاء الله تقريبا ستة غرف مخصصة فقط كم مريض تشوفون يوميا تقريبا دكتور يوميا بنشوف المرضى اللي هم مراجعين تقريبا 35 مريض يوميا بالإضافة للمرضى المحولين بالعيادات الأخرى لأداء فحوصات معينة زي فحوصات السماء أو فحوصات التوازن دولة نسبة فحوصات التوازن دكتور فحوصات التوازن بالنسبة للمرضى اللي عندهم بيشتكوا من دوخة وعدم التزان بيقوا عندنا بيعمل لهم فحوصات في مثلا عندنا جهاز اسمه الجهاز الحركي المريض بيوقف على الجهاز ده وبيقيس التوازن بتاع جسم كله عشان نشوف خلل التوازن اللي عنده ده جاي من بالضبط هل هو جاي من الأذن الداخلية جاي من العين جاي من المخ جاي من العضلات جاي من الأعصاب الطرفية بيقدر يساعدنا بشكل كبير جدا لتحديد مصدر الدخل ولو حددنا مصدر الدخل بيكون عليك سهل علي تحدث عن غرفة خاصة تم فحص السمع عنده وكذا خبرنا عن هذه الغرف الخاصة بالفحص الغرف الخاصة بدي بيقى غرفة عزلة للصوت على أساس ما نعمل فحص للسمع بيبقى محددين بالضبط زي الستوديو ده تقريبا زي الستوديو ده عزل الصوت تماما يعني نسبة عزل الصوت تقريبا بتوصل 100% جميل فبيت المريض بيبقى موجود جوه بيكون جالس على كرسي وبتحط له سماعات على الأذنين يمين ويسار وبيتم فحص كل أذن بمفردها الوحدها اليمين لوحدها واليسار لوحدها بحيث انه حيطلع علينا بالضبط العتبة السمعية بتاعته بالضبط وعلى أساسها بنقدر نحدد المريض فعلا فيه شكوة فيه مشكلة ونبدأ العلاج إن شاء الله جميل دكتور يعني أبرز أسباب ودرجات ضعف السمع بشكل عام والمشاكل السمعية بشكل عام شو هي فكرة عامة هو طبعا الأذن معمولة من ثلاث أجزاء حيط اسمها أذن خارجية ووسطى وداخلية وجود أي خلل فأي مكان من ثلاثة يؤدي غالبا إلى ضعف السمع ففي الأذن الخارجية مثلا أشهر الأسباب في الأذن الخارجية وجود شمع منجرد وجود شمع بس جامع يعني شمع متجمع بشكل كبير ممكن يعمل أفلة في الودن ويقلل السمع لو شو هي الشمع بسيط لو شمع بسيط ما بيأسطرش ما في مشكلة آلا إن الشمع لإفراز طبيعي هل هي هذه كيوتيب هي الكيوتيب وضيقة فلو جود أي شمع مع دخول كيوتيب أنت معلش أنت بتزق كتلة الشمعية جوة يعني بجيلي مرضا كتير جدا يقول بعد ما حاولنا نظف الودن الودن تكتمت فأجيب أصلي الكتلة الشمعية زائنها لغاية الطبلة يعني لكم تتمس الطبلة وممكن يعني مثلا ممكن يثقبها ممكن يثقب الطبلة بجيلي حالات كتيرة جدا ثقب الطبلة بسبب التنظيف إذن أنت ما تنصح أنا لا أنصح بها بصراحة أنا أنصح إن لو في أي شمع طالع لبرة يعني خرق برة الأذن الخارجية يتم بس تنظيفه فقط لو يلو جميل يعني اللي يستخدم محارم دكتور بس محارم من غير الملخ من برة مش مشكلة بس ما يدخلش قوي في الأذن جميل دكتور يعني هذه واحدة من النصايح عزين أحيانا يعني الواحد يحصل مشاكل كذلك أثناء السفر الدكتور واحد يبوط هلع في الطيارة يحس بالضغط هذا الكبير ترجع لنفس المشكلة اللي كلمت مع الأخ علي اللي هو يسموها خلل في وظيفة قناة ستاكيوز قناة ستاكيوز بتقفل خصوصا مع هبوط الطيارة أكثر يعني دايما الناس اللي عندهم مشاكل بالنسبة للكوب الطيارة يقول لك أنا طول السفرية كنت كويس بس ساعة الهبوط وداني بدأ يحصل فيها أفلة أو كتمة وبعدين قالي ألم شديد جدا صح فده غالبا بيبقى نتيجة خلل في قناة ستاكيوز قناة ستاكيوز بتبقى أفلة وعايز دايما وإذا حصلت مع واحد مرة واحدة بس مرة واحدة خلاص مش مشكلة لما لو موتوا كريرة دايما بننصح للمرضى انه قبل ما يسافر ياكل علكة مثلا مثلا دايما ضمن الحاجات العامة وفي بعض الأدوية في بخاخ للأنف وفي قطرة للأنف لو استخدمها قبل السفر بيومين أموره بتبقى طيبة شو هاي القطرة قطرة بيسموها دايما تبقى فتحة قناة ستاكيوز من قوة أوكي وهذه ممكن واحد ياخذها من الصيدلية قبل ما يسافر بيومين قبل ما يسافر وبخاخ للأنف هذه جميلة دكتور عموما دكتور يعني قبل لا أختم معاك كلمة أخيرة تبقى توجهها طبعا بالنسبة أوجه الكلمة مينلي أو أساسا للناس اللي عندهم أطفال صغيرين عندهم ضعف السماء عشان نسبة كبيرة جدا في المجتمع بقول لهم وببلغهم وبطمنهم إن الحمد لله العلم فيه تقدم على طول وفيه وسائل كثيرة جدا كل يوم والتاني فيه حاجات جديدة بتطلع وفيه تكنولوجيا جديدة بيطلع لعلاج الأطفال عندهم ضعف السماء ويتابع بس معنا وإن شاء الله الجديد نبلغهم به وإن شاء الله يعني تعملهم اللي لازم يكونوا مبسوطين ومرتحين إن شاء الله جميل إذن يعني دكتور نحن شاكرين لك تواجدك معنا وشاكرين لك هذه المداخلة كذلك من خلال هذا اللقاء ونتمنى لكم التوفيق دائما ما أقول أن قسم الأنف الأذن والحنجرة هو من الأقسام المميزة جدا والأشخاص العاملين في هذا القسم مميزين جدا فيه لها إنجازات عالمية حتى لدرجة أننا بدأنا يعني نحل المشاكل لبعض الحالات اللي كانت تخرج إلى الخارج دكتور بالضبط وتحلها الحمد لله لأننا على أعلى مستوى جميل بل بالعكس بيقلنا ناس من برة كمان صح أنا مرة استضافنا دكتور يعني حالة معينة في هذا في الستوديو كانت حالة طفل تمام معامل زراعة جزعمخ وفشلت في ما أقول وين أمريكا يعني ما أقول أمريكا يعني وين التقدم العلمي وكذا لا ما شاء الله على أدوتي ويأت عندنا ونحن نعالج الحمد لله يطيكم العافية الدكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن بمستشفى البي وأيضا كنا نتحدث عن تقنية جديدة للكشف عن كفاءة السماعات الطبية كانت متوفرة في قسم الأذن والأنف والحنجرة الحنجرة معكم جميل شكرا جزيلا لك دكتور السؤال يقول له والإقامة تنتهي بعد ثلاثة شهور وسوف يتم إلغاؤها والمغادرة هل محتاجة تأمين أنا بقول لك أنت تضمن خلال ثلاثة شهور في هذه الثلاثة شهور ما تحصل أي مشكلة لهذا الموظف عندك إذا تضمن هذا الشيء من زين لك الحق أنا أقدر أقول لك لكن الآن عندك قانون يقول واحد واحد سوف تبدأ مخالفات له بعد شهر إن شاء الله عليك أنك أنت تأمن إن زين الآن في فكرة التأمين هذا اللي أنت دفعته لهذا الموظف واللي انتهى يعني انتهى عقده نقول نهاية شهر واحد وانت أمنت له للسنة هذا المبلغ اللي دفعته في هذا العامل ممكن تحول فترة التأمين هذه للموظف الجديد أو موظف آخر اللي بتيبة فما بيروح حقك يعني المبلغ اللي أنت دفعته هذا ما رح يروح عليك الفكرة هي هي مثل مثل فكرة تأمين السيارة يا جماعة الخير حل يقدر تسوق سيارة من غير تأمين القانون ما يسمح بذلك إذا أنت سكت السيارة من غير تأمين هذا مخالف للقانون وما تقدر تسجل السيارة فعموما يعني أفضل مسألة إنه كنت تأمن جماعة اللي اشتكون من ذوي الدخل المحدود أصلا هذه المسألة تم تصميمها لكم يا جماعة الخير بس نفهم الفكرة الرئيسية الفكرة مبهي مخالفات لو الفكرة مخالفات كانت الهيئة طبقت القرار في حينه قبل ستة شهور صح ولا هي الفكرة مبش المخالفات وتمدد الهيئة ستة شهور في هذا المجال وصار لنا ستة شهور ونحن نتكلم يا جماعة الخير أمنوا أمنوا العمالة اللي موجودين عندكم أمنوهم بتستفيدوا من هذه المسألة فموضوع وايد مهم عملية التأمين التأمين وجد لكم باشر إن شاء الله بيكون دكتور حيدر موجود على برنامج البث المباشر مع بوسيف أعتقد بوسيف ولا راشد بوسيف بيكون مع زميل متألق دايما جمعة من ثالث في البرنامج وبتعرفون أكثر وبيرد على كل السفساراتكم في هذا الموضوع فيا جماعة الخير اللي ما أمن يأمن اللي ما أمن يأمن فما يعني تعبت وانا اقول الامن ويأتي مع ترخير عموما اللي حاب يعرف اكثر عن مواضيع التيمين الصحية واي استفسار خاص بهية الصحة ما عليكم الا الاتصال على 8342 24 7 days 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع مركز الاتصال يعمل للجابة على جميع استفساراتكم وصلنا لختام حلقتنا اليوم ماملك الا اني اتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا في البداية وايضا لكل من تواصل معنا ولكل الاطباء اللي استضافناهم ولكل الشخصيات اللي ساهمت في اعداد هذه الحلقة وتقديمها بهذا الشكل اللي ترونها شكرا لج حمد المعيوف كانت معانا في التنسيق والاخراج عيسى سبيل ومن خلف الميكروفون محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم غدا نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي